اشتركوا في القناة الرئيس التنفيذي لمسرح بيون أدانا إضافة إلى تواجد عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين ومجموعة من شركاء وداعمية المهرجان والمهتمين بالشأن الثقافي وبهذه المناسبة قال رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار قال إن مهرجان ربيع الثقافة يحتفي بمملكة البحرين ليس فقط كموقع مميز يستقطب أفضل التجارب الفنية والموسيقية بل كوجهة تجمع الجمهور بالتراث عبر فعاليات متنوعة تشمل جولات تستكشف التاريخ والمواقع الأثرية والمدن القديمة حول المملكة بدوره قال رئيس التنفيذي لمسرح بيون الدانا إن نجاح مهرجان ربيع الثقافة خلال السنوات السابقة يعود للدعم السخي والرعاية الكريمة التي حظي بها من مؤسسات القطاع العام والخاص والشراكات التي تشكلت بين الهيئات المحلية المختلفة بكامل اختصاصاتها العاملة والتي تصبو إلى دعم مكانة مملكة البحرين كمركز رائد يعكس المواهب البحرينية المتميزة والشخصيات الثقافية والفكرية والفنية البارزة يعود مهرجان ربيع الثقافة هذا العام ببرنامج متجدد مبني على الفنون البحرينية المحلية علاوة على الفنون والثقافة العالمية التي اعتاد عليها الجمهور من هذا المهرجان هذا المهرجان الذي يأتي بنسخته التاسعة عشر يؤكد مكانة هذا المهرجان على المستوى الإقليم كمهرجان ثقافي هام يستقطب الزوار والسياح لمملكة البحرين علاوة على إثراء الحراك الثقافي في البحرين المهرجان بتنوعه من معارض من أمسيات موسيقية من جولات من محاضرات يميزه من باقي المهرجانات حيث أنه شمولي ويقطي جوانب الثقافة المتعددة